بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نحاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الثالثة في الشابتر 1 لعنوانه Fundamentals of Thermodynamics قبل ما نبدأ المحاضرة فقط أود الإجابة عن الأسئلة المطروحة في آخر الحصة وهو الأمثلة على Closed, Open and Isolated System هذه الحصة نبدأ بتعريف Intensive and Extensive Properties Thermodynamics Properties أو الخواص الديناميك الحرارية يمكن أن تقسم إلى جزئين two general classes الأولى Intensive Properties والثانية Extensive Properties An intensive property is independent of the amount of mass Intensive property is independent of the amount of mass independent يعني مستقلة أو لا تتأثر من الكتلة فإذن Intensive Properties هي الخواص التي لا تتأثر بتغير الكتلة Extensive Properties هي الخواص التي تتأثر بالكتلة The size of the system مثال هذا لو أخذنا هنا هذا الجدول ليعرض بضع خواص فرح نلاقي بالنسبة للأنتنسف واللي قلنا هي الخواص التي لا تتأثر بالكتلة نوجد Test, Color, Hardness, Boiling Point, Melting Point, Density إلى غير ذلك يعني المذاق، اللون، الشدة، درجة التبخر، درجة الإنسهار وDensity الكثافة بالنسبة للExtensive أو الخواص التي تتأثر مباشر بتغير الكتلة أو حجم النظام اللي نوجد فيها الطول، العرض، المساحة، الحجم، الكتلة، ويت يعني الطاقة الناتجة عن الوزن هنا رسمة ظهرنا أو تعطينا لمحة على Extensive and Intensive أو شرح من جديد Extensive قلنا اللي هما Depends on the amount of matter يعني تتأثر تأثر مباشر بالكتلة وهذه الأمثلة مثل ما هي موجودة في الـTable Intensive هي لا تتأثر بتغير الكتلة وموجودة هنا أمثلة عديدة أكثر من اللي موجودة في الـTable بعدين نبدأ بتعريف أول خاصية من هذه الخواص اللي هي الكتلة والويت هنا يلزمني فقط تذكيركم بأن الكتلة والويت هما شيئين معروفين من قبل فهنا المس يعني هي أيش الكتلة ووحدتها هي أيش الكيلوغرام في النظام العالمي الويت وما يرمز إليه بحرف WT أو يمكن في بعض المناهج أو الكتب تحصل أحرف أخرى ترمز إليها وهي القوة الناتجة القوة الناتجة عن الكتلة فرح تكون اليونة حقتها هي أيش هي نيوتن فإذن هنا mass and weight are related as shown in this equation يعني مرتبطين بهذه العلاقة القوة الويت تساوي الوزن في acceleration of gravity بالطبع هنا مع إعطاء أن الكتلة زي ما قلنا الحين بالكيلوغرام acceleration of gravity meter per second square والويت الوحدة الأساسية كيلوغرام meter per second square or in newton فإذن هنا لاحق أن كيلوغرام في متر على second square تساوي in newton هنا استعمال الوحدات السبعة الأساسية وهنا احتمال وحدة جديدة تم اكتشافها عن طريق هذا العالم قبل ما نخلص هذه الحصة فقط نبغى نطرح عليكم سؤال محدد هل أنه نيوتن هنا تعتبر من derivative units أو تعتبر من basic units يعني تعتبر من الوحدات الأساسية أو الوحدات المشتقة ترجمة نانسي قنقر